الحلقة ديت هنفهم بيها كل ما يتعلق بالشغور وطريقة كتابتها وطريقة السؤال عنها السلام عليكم أهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة التركية وأنا معيكم أسماء الشريف والنهاردة هنعرف كل ما يتعلق بالشغور أولا التقويم في تركيا هو تقويم ميلادي وليس هجري وبالتالي هما عندهم 12 شهر وهو برضو الهجري فيه 12 شهر معالينا وشهر بالتركي يعني آي شهر يعني آي بس في نفس الوقت آي يعني قمر حاجة قمر خلينا نشوف الشهور الأول أجاك 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 شباط 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 مارت 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 نيسان 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 مايس 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 حاضران 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 تموز 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 أغسطس 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 أيلول 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 أكيم 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 كاسم 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 ارالك ارالك اعتقد انتو متعرفوش مناجر شباط هو ده الحاجة الجديدة اللي ممكن تكونوا عارفينها هي الشهور قد تكون صعبة شوية بس مع الوقت ومع الممارسة هتلاقوكو عرفتوها زي يعني اسميكو بالضبط ويمكن تعرفوه احسن من العربي كتير انا مسلا لحد ما تعلمت اللغة بكذا سنة كنت لسه بطلقبت بين اكيم وكاسم اللي هو اكتوبر ونوفمبر عشرة وحداشرة لحد ما بقيت ازبطها ان اكيم بدي بالاي بالاي والاي بتيجي قبل الايه قبل الكاء اللي في كاسم اكيم قاسم فزبطها بكده زي ما عملنا في تشارشامبا وبارشامبا بالزبط لما نيجي نكتب بقى الشهور امتى نكتبها بحرف كبير وامتى نكتبها بحرف صغير نفس الكلام اللي حصل مع الايام لو الشهر بيحمل صفة تاريخية او صفة مهمة بتميزه يكتب بحرف كبير انما لو شهر عادي يكتب بحرف صغير ناخد مثال على طول يرمي دوكوز مايز بندورتيوز قليه اوش صالي جنيو اسطنبول فتها دلده اسطنبول تم فتحه يوم الثلاث تسعة وعشرين مايو 1453 فهنا مايو مايز مكتوبة بحرف كبير وصالي مكتوبة بحرف كبير عشان خاتر دول ايام بحفورين في الزاكيره 29 ماييز بندورتيوز قلي اويش صاد جنيو اسطنبول فتها دلده او لالا فستيفالي يرمي بش حزيرنده بش لياجك لالا اللالا اللي هو الزهره المشهور بيها التركيه لالا فستيفالي مهرجا للالا اللالا لالا لالا فستيفالي يرمي بش حزيرنده بش لياجك طيب امتى كتبها صغير قلنا لما بتكون ايه جملة عادية فمثلا بيز تموزون باشندا تعطيلة شكتك احنا رحنا فسحة او اجازة يعني في اول سبعة تموز هنا سبعة تموزون باشندا مضافة مضافة ليه بيز تموزون باشندا تعطيلة شكتك مثال تاني بان كاسم قرطة صندا اسطنبول دا دوميا بمشتم انا في المنتصف من نوفمبر ولدت في اسطنبول دوميا بمش يعني ولد ولدت اه فبان كاسم قرطة صندا اسطنبول دا دوميا بمشتم قرطة صندا يعني في منتصف قاسم اللي هو نوفمبر طب انا لو عايز اكتبها على شكل ارقام فقط مش كتابة ننكتب ازاي فاحنا ممكن نكتب الشكل دا او الشكل دا او الشكل دا طب انا لو عايز اسأل عن الشهر احنا في شهر ادلوقتي بنقول ايه هانجي ايضايز احنا في اي شهر هانجي اي ايضايز احنا في اي شهر او طب لو انا عايز اسأل احنا في اي شهر هجري فبنقول ايه هجري تاكويميناجورا هانجي ايضايز احنا في اي شهر حسب التقويم الهجري هجري تاكويميناجورا هانجي ايضايز هجري تاكويميناجورا هانجي ايضايز من اللطيف بقى من طرائف اللغة ان انت مثلا لما تيجي تكتب ايه شهر فبراير اللي هو شباط ايل شهر فبراير مضافة مضافة ليه ايل واحدها من غير شهر معناها دب ودي كلمة على بعضها ما فيهاش ايلة واحد ده اسم اسمه ايل وحتى ممكن تلاقي بنت ماشية في الشارع واحد بسم بيحكسها والحاجة تقوله ايل يعني يا دب انت ما عنديش تيمة اللي هو يعني انت جفل جحفل انت جفل فيه كلمة تتقال باللغة العربية انت كفل انت انت وحش انت ايه انت دب انت حاجة وحشة جدا يعني او انت غليظ انت غليظ فطبعا لو شفتوا كلمة ايه لازم تشوفوا قبل منها لو فيه كلمة تانية هل هي مضاف ولا كلمة دب خلينا برضو ناخد سريعا بعض الكلمات المتعلقة بالشهر وندمجها مع الايام اول مصطلح ايين الكي جلاري اول ايام في الشهر ايين الكي جلاري مثلا بيز ايين الكي جلاري دا معاش اول يروس احنا بناخد مرتبنا في الايام الاولى من الشهر بيز ايين الكي جلاري دا معاش اول يروس تاني مصطلح بير اي در بير قلنا واحد واي يعني شهر يعني شهر در كلمة در لما بتيجي بعد الزمن بتبقى معناها منزو هي في الطبيعي ان هي لاحقة خبرية بتفيد حدوث شيء انما اما بتيجي بعد الزمن فقط بتبقى معناها منزو فبير جندر يعني منزو يوم بير يلدر منزو سنة فمسلا بير اي در سنو جوبا كليرو انا بقالي شهر مستني النتيجة بير اي در سنو جوبا كليرو تاني مصطلح ايين صن جلاري احنا قلنا ايين الكي جلاري معاش اول يروس يبقى ايين صن جلاري اللي هو الايام الاخيرة في الشهر ايه اللي بيحصل ايين صن جلاري زور جيتشيو والله زور جيتشيو الايام الاخيرة في الشهر دي بتعد بصعوبة جدا عشان قطر بيكون مرتب خلص بقى ولوحد مستني بقى ايه ايين الكي جلاري رابع مصطلح اي احنا قلنا يعني شهر وقلنا يعني امر في خلال نقول حاجة عن الامر بس عشان منطلق بطشي فنقول اي بطشة سجبي يعني زي فلقة القمر هي بطشة يعني قطعة بس هنا لو ترجمنا المصالح على بعض اي بطشة سجبي يعني زي فلقة القمر يعني ما تشوف بنت حلوة اي بطشة سجبي يعني دي حاجة يعني فانتاستيك كده نكون خلصنا حلقة النهاردة اتمنى تكون فادتكوا لو حاسين المعلومات كتيرة ممكن ترجعوا تشوفوا الحلقة تاني بحيس ان المعلومات تثبت في تمامكم لان الايام وشهور من اكتر الحاجات اللي بنستخدمها في تركيا ما يفعش تكون رايح تركيا وعب عايش فيها وانت متعرفش حاجات ديت عيد؟ صح ولا ايه؟ كنت معاكم اسمائي الشريف وان شاء الله لقاكم فيديو جديد على خير ولو ما كنتش شوفتو حلقة الايام تقدروا تلاقوها في الرابط اسفل الفيديو سلام عليكم